التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الدنماركي لاريس راسموسن وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي هذا وقد هنأ شكري نظيره الدنماركي على توليه منصبه معربا عن استعداد مصر لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية مع الدنمارك ومشيرا إلى وجود مجالة واعدة للتعاون بين البلدين ويتضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها متابعة نتائج قمة المناخ الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وترشح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن والدعم الإنمائي لدول الجنوب بالإضافة إلى الزيارة المقبلة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر